ونقول بويز السلام عليكم كيف حالكم يا رب طيبين معكم يروهوست ليليزي بوتاتو وجايين اليوم نكمل شرحنة حق إلد الرينك من بعد زمن طويل قبل ما نبدأ في الإضافة أول فيديو أبغاكم بس حنلف لفة كذا على العالم نجمع إيتيمات منها أسلحة نبغى نستخدمها شيلدات ملابس تليز منز حاجات زي كذا فحيكون الفيديو هذا بس للتجميع حديكم كم معلوم أنه ممكن تفيدكم لو تريدوا تلفلوا شوية الليفل اللي نبغى إحنا عشان ندخل إضافة 150 طيب فحتحتاجوا تلفلوا في العالم الأساسي حديكم أماكن بوسات توقب بس أحدد لكم عن ما أقول لكم ما أروح أكتلهم بنفسي إلا لو في وقت حسب الفيديو كم طوله بس ما بطولوا مرة صراحة الفيديو هذا يعني أبو ساعة بس فهميك مو مرة طويل فبس بويز ما أطول عليكم يلا نبدأ في ناس حيقولوا لي ليش ما تبدأ من بداية اللعبة فبقول لكم روحوا شوفوا فيديوهات الشرح تقلصوا بالمرة في أربع ساعات وتدخلوا بسرعة لإضافة بس والأغلب زيادة على فيديوهات الشرح تحتاجوا تلفلفوا في العالم عشان تفكوا شسموا البلاد زيادة وحاجات وحركات زي كده طيب فباكم تكملوا الماء بتمسحوه مسح لين توصلوا ليفل 150 بالعموم للناس يعني أول نصيحة ديكم هي اللي بدأوا اللعبة وخلصوها الأساسية بدون ما يوصلوا ليفل 50 الثلجية واللي عند ملينيا وكمان ممكن تفرموا المناطق اللي تحت الأرض اللي هي طيب اللي فيها أستل وكده بس أساسا أساسا نشوفوا المناطق الثلجية هنا البوصات فيها يعطوا سولز مرة كثير فنصيحتي انه عليكم بها طيب أول مكان حنجي هنا اير تري جيزنج هيل نبنروح نجيب تليز من الشيلد وسلاح الجايانت هامر نبغاهم الاثنين طيب ممكن تحتاجوا تغيروا البلدات على حسب اللي حنسويه بس أحاول قد ما أقدر يكون الستات حقنا واحد وبس تجوا هنا تنقذ من فوق السور هذا للأسف الدنيا مظلمة شوية على حظكم بغالي يرفع لكم الصوت بسعلموا هنا تلوتوا هذا هذا نبغى طيب عشان في كده كم فايت ممكن في الإضافة نلعبهم بالشيلد مكان الهامر يا سيدي انت وهو لو أفتكر صح توقع هنا نيجي عند الأوتر والفانتوم تري كان يبغالي أراجع قبل ما أبدأ الفيديو ما راجعت تصدقه من زمان ما لعبت بس توقع هنا إلا إلا يطلع لكم واحد شضري هنا بالأسف لازم تكتلوا قبل ما تأخدوها استخدموا أي سلاح تيبوا تستخدموا اللي تناسب مع الإستات حقكم مو شرط تكتلوا اللي بيطلع هنا هذا طيب أبدا مو شرط إنكم تكتلوا أنا عندي الستار فاست هنا قلتني لو مستخدم شي تاني بس أنا حضرب ما علي دمي كثير مفروض يعني مو زيام السول لبل ون لو أحجلس خايف توقع هذا ما حتواجه معا مشاكل لو ختمتوا اللعبة أنتوا تقولوا لي وديع معاك سولز كثير أو لا ما تشوفوا السولز خلاص أنسوا سالفة السولز مو لازم تعرفوا سالفة السولز خلاص تكتلوا يعطيكم بالمرة غولدن سيد وده حينه وقته إنكم إيش اسموا إنه تدخلوا لهذا تجمعوا الغولدن سيدز والحاجات هذي فبس هذا سلاحنا اللي بغاجها عند كراشر اللي بيسألني ليش بتجيني التوتوريول والحاجات دي عشان الرن هذا اللي نقلت بيه كاسة على السول لبل ون فأغلب الحاجات من يعامل أغلبش تنجن وكذا بس يعني من يلاعب في الستات والحاجات دي وأسرع لي كده إنه يسوي لكم فيديوين ثلاثة بسرعة بصراحة فمعليش بس وقت المشي زي كده حنمشي براحتنا لا تخافوا يعني زي زي فيديوهاتنا دايما عشان المصداقية بس فاهمين كيف طيب تاني شي أبغاكم تجيبوا اللي هو هنا عند رادان نبغى اليمباسابل قريد بريدش هذا بنجيب أشوفوار من عنده اللي هو كراك بلايد لو عندكم خلاص تدخل سلاحك في الأرض وتطلع وكذا وتصير تستن البوسات بسرعة طيب وتجي من البومفاير هنا تلف من ورا بدنا تطلع فوقين أنا ما أفتكر وينها برضو بالضبط بس أتوقع إنه هنا هاي 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 هنا في مكان ما أهي أختاه هذا هو كراك بلايد آيتم نمبر تو إيش نحتاج كمان؟ طيب الخطوة اللي بعدها حنحتاج سلاح موق طيب واحد من الأسلحة كمان لنبغاها فلو استخدمتوا الروح حقه لأي سبب من الأسباب أو يعني استخدمتوها فاهمين كيف ما عندكم السلاحاتات وسلاح لخويكم نبغا ننسو خلصوها الحقته فأفتكر في واحد هنا من القلعات المتحركة يمكن عشان هذا الشي ما ورتكم هو في فيديو الشرح فحاوريكم هو هنا نجيبوا أي سلاح طويل شوي بلاش سلاح البوكسات زي كذا وفي القلعات اللي قيت شفتوها وأنتو تختموا المفروض اللي هي زي هذيك اللي هناك خلوني بسأل بس سلاح كويس طيب أهو ها هي القلع اللي هناك شايفينها هذيك هي وجهتنا أي سلاح ما يفرق هو هم شي سلاح طويل شوي عشان تقدر تكسروا بها اللي في رجولة حننقز على هناك معليش هذا شي نادر مرة بس ممكن تشوفوه إنها تكون نايمة طيب على حفظكم يلا نوريكم مشهد نادر ما يصير إلا نادر في ألعاب السولس بس بالعمل هي المفروض تيمجري وتشوفو طنق طنق هنتو حتضربوها تصحوها في الأغلب آه أنا حظي حلو خلاص خليكم عاد أنتو الله يعيدكم حتجلسوا تضربوها ضربا 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 منتابو تندعسوا من رجولها فاهمين كيف مسكين أنتو يا حرام أنا ما علي والله ما عاد هذي كمان تيبونا يشرحها لكم لا مافي خلاص توماتش شوي يا حرام يا سهلا أول مرة في حياتي ما كنت تدري أنها ما تصحى أول مرة في حياتي من يوم ما بدأت لعب لدي الرنج أشوفها نايمة ترى أول مرة حرفيا لعل أخيرة صحيت؟ صحيت صح؟ صحيت صح؟ اوح 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 كفا موتي آه 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 خلاص ماتت خلاص جي جي شايفين كذا؟ بعدوا عنا طبعا مدعسة واحدة وأنتو ميتين أخي الفجع حقي تصارت زي حق القرونج ما عارف الفجع مرة أقول آه آه مرة واحدة كذا وخلاص اوح 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 بس ادوروا على الباب وين الباب؟ هذا الباب يجو كذا نكلموا هذا الشي وينسخ لكم روح موغ اوه ينسخ روح رادان حلوين حلوين موغ مين فيهم؟ هذا موغ بلاد لورد لا تلخبطوا بينه بين أحد ثاني طبعا الخطوة اللي بعدها نرجع للطاولة المستديرة هنا نكلم الأخت اللي علي سار هنا عشان ناخد سلاح موغ وينه وينه؟ هذا موغ عيال هذا سلاحه يعني الشباب يطار وديع تسع وتسعين سول يا نصاب هذا شي تنجني طيب المهم انا بسوي لكم فيديو شرح موجة يثبت لكم اني ما بلعب بشي تنجني طيب دحانة سلاح موغ عندنا اباكم تطوروه طبعا نحتاج متيريال كثير صح؟ عشان نطور سلاح موغ مفروض ان نكون في الرن الأساسي ان معي جبتوا الأحجار هنا حق السنبر فتطوروا السلاح من هنا وبعدين ايش اسمه؟ تيجوا هنا كمان ادبروا لكم فلوس من هنا من هناك تسلفوا ايش شايفة مين كيف؟ والأول حق قال يعني في مناطق مديكم تفرموا فيها اكيد قد شفتوها قبل بس هنعرض لكم هي هنا في الفيديو مرة واحدة كده المنطقة المعروفة اللي دائما الناس يفرموا فيها هذا اللي هو منطقة موغ نفسها برضو أنا عن نفسي من الأسلحة لاستخدمها عشان أفرم هذا شيء سلاح رادان وفي أسلحة يحسن منه بس أي سلاح يضرب على مدى واسع كده تقدروا استخدمه بس يضغطوا 2 and 2 وتكونوا مطورينه طبعا برضو حتى تقتلوهم مرة واحدة تعملوها كم مرة ورا بعض كده واموركم زينة بس وترجعوا البومفير وش اسمه فيه سلاح الالدن بيست وكم سلاح كده كل مرة تسويوا كده يجيكم أبو 12 ألف سول كده فتقدروا تفرموا شوية بيها حتى ذاك العصفور تقدروا تضربوا بسهم و تطيحوا وتقتلوا بلاسهم فبس هذي طريقة كده على السريع إنه كيف ممكن لو تبوا تفرموا فلوس حاملكم كليبات سريعة بس كده مكان الماب وين تلاقي الحجرات الأخيرة بالذات اللي هي الأحجار حق التطوير الأخير طيب واشو كيف بعدين ركتبها من يعارب صراحة طيب إحنا طبعا أهم آيتم ني بنجيبه دي حينا هو الشيلد اللي هو فينجر برينت شيلد الشيلد الإصباع والحجر يجي شكله زي التابوت طيب هترجعوا هنا لليند الكابتال وفاش ومن هنا هنمشي نبروح للمجاري اللي عمل المجاري ينزلها على طول ونقابلكم يعني في النهاية عند البص اللي هو سبيه موق طيب بس أنا حوري الشباب هنا الطريق عشان ليقول ودي ما وريت أنا كيف لك هذا ليش ما وريت أنا هذه الحاجات في الفيديو الأساسي عشان فيديو الشرح الفكرة منه أن تخلصوا اللعبة بسرعية مو فكرة تشوفوا كل شيء أنا دائما يعني وقت فيديو الشرح بقول لكم استكشفوا شوية دور وخذوا راحتكم الدنيا زحمة في الدير رينك فاهمين كيف أنا عندي الأبواب مفتوحة في الأغلب بس برضو حمشي لكم على نفس الطريق كأنها مو مفتوحة ما أدري لأشي الأبواب ممكن تكون مفتوحة عندي هنا أه حكسون لفل 1 ما أفتكر أني جيت هنا طيب أنا عشان في المنطق ذي حتى أنا أضيع ومني عارب قديش قلت كلام فبس أمشوا معايا من هنا كنت بقول أنه يعني استكشفوا براحتكم وكذا بدأت هذه المناطق هتلاقوا حجار تطوير وحركات كثير من كلام ذا كله طيب بدأت لو من أنتوا جايبينها يعني فرصتكم مفروض أعمل لكم كمان فيديو كذا اللي هو أماكن أحجار التطوير بس مبدئيا ما عليش أقول لكم اعتمدوا على فيديوهات الناس الثانية لو ما في فيديوهات واضحة لها أبشروا اسم إنها تطلعوا فوق أمشوا زي بالضبط هنا ونتبهوا تطيحوا في حفر خليكم دائما على اليسار لو تفقوا نور تشوفوا هنا أمشوا مع الباب كذا لا تنزلوا تحت من وراء نتبهوا من اليمين زي كده بسرعة نحن نقسم خطوتين أول خطوة إنه نفتح الاختصار وتاني خطوة إنه آآ شاسمه نروح لطريقنا فهذه هو الخطوة إننا نفتح الاختصار هذا هو الباب اختصار للبومفير هذا عشان لهم متنا هانا أوريكم هيا هاي 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 دقيقة وين اختصار البومفير هنا هنا دقيقة هذا بمحة نمشي منه بس أفتحوا الاختصار هذا الله مضيع نسيت الدرينقال كلما اللعب الكاكية اللعبه أوريكم مكان البومفير بس لهم متنا البومفير ستكون قدام شوفوا مره مره قدام هنا يعني لو متنا ستطلعوا من هنا وتيجوا على طول تجروا هناك بسوي سكيبلين فتحنا الباب هناك طيب هنا لما ندخل مع الباب نروح يسار هنا كذا نزلوا بشويش أكتلوا هذه ما أفتكرش تنزل بس دمجي مره حار قارتن بالسول لفل ون لطيف حجرة ستة يعني شوفوا هنا في الكهف الواحد ولقيته ستة سبعة ثمانية هاي 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 لو تبغوا تبغوني نزل فيديو الأجراس أماكن الأجراس والأحجار وكيف تجيبوا حجار تطوير كثير أكتبوا لي في التحليقات عد الفيديوهات هذه ستكون طويلة شوية نحن دعين بس هنجمع زي ما قلت لكم بعدين نسوي فيديو واللي هو كيف نمشي في الإضافة طيب أنا بجهزكم بجهز لكم البلد هاي ننزل تحت لحسب طوله أوك نطلع فوق من ننزل تحت أوك أنا غبي أجن طيب الطريقة عيد طلع هنا من الدرج ما ننسيت بس أنا ناسي كل شيء شو ينسي اسمي أوه يا ربي بس امشوا 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 ما عليكم شيء دايما حاولوا لا تمشوا في النص بس شلا تجيكم حفرة فجأة تطيحوا فيها ما عمين كيف بس هذا أول اختصار نبن فكوهو هذا لو قتلتوا تر ما يرجع ولو تبقوا تقتلوهم ما اقتلوهم ما توقع ينزل تليز مانو حركات شلا يصير فيكم زي كذا هاي هاي نحن نزل لك نزل لك والله نزل لك هاي تبقى على الفيديو على الفيديو خلاص تابوا يقتلكم يسوي فيكم زي أنا شوفت النفس عندي شينا خلاص من بعد ما قتلت رادان هدلاقوا لكم الوضع تاير مزري لو عندكم بلاد هاوند زينا من زي الرن لأساسي عن نفس الطريقة في الاستخدام حقه عاد زي ما انتم شايفين L2R2 L2R2 هذا التليز من حقه مو تليز من هذا آيتم تستخدمه كان مو بطال صراحة هاي 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 وانا لو ملبسوا كاسا ثقيل شوية كان اموري زينا كانت تكون ازينا صراحة بس احنا هذا كله عشان نجي هنا من فوق طيب بس افتحوا الباب هذاك تقدروا تنزلوا من هنا وكذا بس في طريقة اسرع افتكر نحاول اسويها دحان هذا الباب هيفتح البومفير فانا حرجع ورا دحان هدفنا نوصل هناك فاهمين كيف فلازم دحانيا نلف من ورا من هنا من عند المجاري هذي كذا نلف وننزل يا انو انا افتكر في طريقة والله ما عارف ولهذا السلم اه هذا السلم دينا ننزلوا فخلاص شوفوا هتمشوا من هنا اول شيء امشوا ناحيتها انت شفتوا وين هي مكان امشوا ناحيتها اهاي شايفين في طريقة انك تنزل عليها هنا من فوق على طول بدل ما تلف اللفة كاملة وتبغوا يعني هي اهاي هنا شايفين خشب بس عشان لا تضيعوا نفسكم مرة تقدروا تنزلوا تحت وتروحوا فوقوا من كلام ذا كله وبالمرة عشان تسهلوا عشان تسهلوا على نفسكم سيت وفجاني بقول عشان تسهلوا نفسكم نزلوا السلم ذا عشان يصير لو متوا ترجعوا من هنا على طول تنزلوا مع الفتحة ذا وتروحوا كذا من نفس الاتجاه ذا ونتبهوا تطيحوا في الحفرة انا دا حماني متكد من طريقي بس اعتقد انه خلاص انتهينا بعدين انزلوا هنا لا تكملوا مع الطريقة ذاك على طول بدانية تقع من هنا انتبهوا تطيحوا في الحفرة هذه بدان من هنا بدل الى ما نجاب المصبح تقع عندي شكل بكابر اكثر الفارة كبير مكانه مر غريب لا تطيحوا في الحفرة زي ما قلت لكم احنا رجعينك كذا نايس اجل انا ناسي انا ناسي توقع نطيح في الحفرة ذا مفروض توقع مفروض نطيح في الحفرة يب 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 اذا قعوا قعوا معي في الحفرة هذه بعدين ننزل تحت احنا نزلين طريقنا الاسفل مفروض ايه احنا شايفين كيف انحنا ندوختكم اكيد هنا سيكون في وحوش كثير فانتبه حاولوا ما تموته ممكن تلوته هذه بس يوزلس اللي هي تديد لكم عدد القنابل مع الاضافة انتم عارفين في نوع جديد من القنابل مرة كبير فيساعدنا صراحة وهنا موق قتاله سهل حيكون أسهل لو قتلته موق الأساسي هذا حيكون قتاله أسهل أنا ما حستخدم ايتي مات ضده بس عشان يعني أوريكم أنه الوضع سهلات إن شاء الله بس خلينا نروح عليه على طول سيدا ما توقع حيكون أصعب مردان صح حطوا لو عندكم الثلج حطواه على السلاح ولا تنسوا تستغلوا الفلاسك حقكم هذا اللي نشربه طيب أنا مشكلة دي حان أي شي استخدمه لازم أقول لكم إيش مصدره صح لا تقول لي ميت تأكله ميت صح لا هوا كويس الشي تنجن يخبص لك الدنيا أبدأ معاقل 2R2 دائما هذا ما عنده نهيل طيب عيل فلا تشيله همه ضربات حقه معروفة دائما حاول تكون قريب منه واستناي خلص الكومبو حقه بعدين أضربه زي كده شايفين يوقف خليكم هجوميا زي أول أنا لو قيري أثقل شوية كان أموري زينا شربت الفلاسك الغلط شايفين ها الدائرة دائما نحية سلاحه الرول الدو جنباتاك R2 أو L2R2 حقنا لما تكونوا قادرين شايفين هذه حلاوة L2R تبعدنا عنه شوية تدينا مجال يا الله مرّا لعبي ككا من بعد ردان أقول لكم هو ذا اللي أبغى أسويه من أولنا بس أطعنوه حيش بوكلوا بليد قريب ما في نهيل ولا جنحة ولا أي قرف شايفين اشتكرت السندد دائما بعد ضربة النار هذه لو أنت بعيد عنه حيسوي لك كده ترى تركزوا على الموضوع ده خلاص يجي إيزي حيكون إيزي أنا متكد حيكون إيزي عليكم ألبسوا أذقى الملابس بس وعيشوا حياتكم خلاص وكذا قتلنا موق خدوا الآيتم اللي هنا ما يضركم ارتري فافور بس ما حنستخدمهم وأضربوا الجدار ورا عشان تمشوا من هنا خلاص إحنا شغلنا وكلوا حيكون على هنا دحان هذه منطقة فيها بلاتفورمين شوية لازم ننزل عدل نكون مؤدبين في النزول حقنا وبس حاولوا تضبطوا عيونكم زي كده لازم ننزل لمكان مرة سبيسيفيك هنا فحننزل خشبتين هذي عادي زي كده بعدين أذكر لازم ننقذ هناك أنتم مشارط تنقذوا عشان توقع في طرق وكده وحركات فاهمين كيف وبس أبوريكم الطريق من هنا شوفوا تنزلوا على هذيك تقدروا تنطوا وتقدروا تنزلوا من فوق بس إني بغى ننزل تحت هنا شايفين فلازم نكون خبيرين سقوط أنا توقع أني غلط مفروض ما أجي من هنا خلينا نجرب كيفين توقع فوق مفروض فوق بين الآيتم لا الآيتم تحتي جين صحي هنا ممكن تنزلوا تحت ممكن تنطوا على هذيك على طول سويل أسهل لكم شوف النطات مرة متعبة حتكون هو الآيتم هو الآيتم ضروري تنزلوا عليه لو نزلتوا تحت لا تخافوا بتنزلوا على بومفير طيب والآيتم حيكون هنا شوفوا نمشي كذا وهذا هو الآيتم نبغى شايفين هذه هنا في آيتمات هنا حتلقوا على مدى الطريق لو حتستكشفوا هذه يا إنك تضرب هذا اللي هنا شوفوا في واحد قاعد هنا خليه هو يكسر لكيه هذا الشي لدى نبغى بس شوفوا ولو سويتوا زي كذا طليتوا مرة أقوية بس قربوا منها مرة سووا كويت وارجعوا ودخلوا توقع على طول تنكسر شوفوا 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 يا رب ما يكونوا صلحوا يا رب خلاص لو قتلتوا زي تشووا ريلود وارجعوا وسووا حركاتكم في واحد هنا ها وشو شو 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 يعني اللي يجمع آيتمات تعال لازم تجيبوه عشان يكسر لكم هيه ليش مرة مسألة بزيادة أوكي خلاص خربان ومو مشكلة العموم هذا مكان نهاية الفرنزي برضو اللي كانوا يدوروا عليه نهاية الفرنزي بس تيجي هنا تنزل الحجر حتنزل مرة تحت فيه بومفير وفيه كل شيء هناك الباب ذاك عشان تقدر تفتحوا بس اشيل ملابسة كلها اشيل كل شيء خلاص وكذا احنا جبنا كل الايتمات اللي نبغاها فيه شي ناقصنا اللي هي البلاك والبليد يمكن ما تكونوا جبتوها عشان كنتوا طبعا تتفرجوا علي انا وطريقتي في اللعب فهي في نوتسكيلا هذه المنطقة اللي فتحت بعد رادان فاكرينها هنا يا عيال طيبا سسترال وود تجوا وكأنكم رايحين انميم كتير برضو والمفروض اننا اخذنا لو انتوا لودتوا شوية يعني معايا احنا اخذناها وقت الرن اللي زمان سوينا بس برضو حايدلكم هي بس للتأكيد بسي موسري زي السوني في الكوت قهر حامل جنب لمكانه المام كتير هو الطريق هنا يعني مستقيم حرفيا ما في مكان تروحي ميني سر ولا مادري يمكن يجيني واحد وديع لما سويت ادتس هناك والفيديو ساعة يعني ليه ليه ما حطيت الثلاثين ثانية اللي وصلت فيها للمام كتير تحصل يقول لي وين روحت كيف كذا تعرف؟ تعرف مبدأ البيكابو يعني كذا تسوي له كذا البيبي تختفي انت انت ما فيه انت فاهم كيف؟ انت يجي هنا فجأة كده مين جو ذا؟ يا بس المفروض هذه الجثة يعني هذا اللي هنا هذا عنده اللوت اللي نبغى البلاك وتبلد طيب يا عيال بعد تفكير كثير قلت اضيف لكم كمان جزئية ايش الاجراس يعني خلينا نجيب الاجراس اللي تطور لكم الاسلحة الاجراس تقدر تطور لكم هي لين؟ اخر تطويره اخر حاجرة ذي اللي شوية هتتعبوا فيها هنسيبكم انتو تدوروا عليها طيب بس الاجراس نجيب لكم هي توقع قيدنا جبنا كم جرس من الفيديو الاول لو تفتكروا اول جرس ممكن نجيبه يكون هنا في الكهف هذا اللي هنا خلينا نعيده بما انه الفيديو طويل هذه المنطقة طيب هتجي هنا مع البحيرة كده وتدخل هذا الكهف رايا لوكاريا كريستل طنل مفروض هذه كلها تكون سهلات عليكم دحانة بس برضو حمشي معاكم في الطريق عشان تستكشفوا بالمرة الكهف هنا مليانة حجار قديمة تقدر تلوتها من الارض لو ما تبقى تدفع فلوس وتقتل الوحوش ينزلوه لك هي بس انا افضل يعني اسرع لك مرة بكثير انك تجيب الجرس وتفرم وخلص تشري مليون واحد حافين واحدة رن على هذوك اللي يدوك 12 الف تجيب لك يمكن مئة حجر من الاحجار الاولى هذي هي المشكلة في الاحجار المتقدمة شوية بس هتلاقوا الحجر في الجدار تيرفو زي الكهوف القديمة بس نمشي مقدبين احنا هنا فيه اماكن سرية وحركات بس ما يحتاج لو واحد فيهم فكر ينط معاك زي كده ضربه وانت قاتله مفروض يعني مفروض يعني مفروض يعني مفروض يعني حجع حجر 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 مرة حجر انا دحينا بقول حتى لو لفلاتكم ما هي مئة وخمسين وصلوها لفل مئة وخمسين اتصرفوا افتحوا الاختصار هنا عشان لو موتوا ما توقع تموتوا عيب تموتوا هنا ترى اللي يموت هنا خلاص لا يكمل يتابع الفيديو لو طيحة عادي بس يموت من ضرب هذو مفروض لا خلال لفلك عالي المفروض لفلك مئة وخمسين امورك زينة قوي مفجر شجاع صنديد يعني ما عب عب هاي 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 وانا سنيت ترادان يتنرف كمان بس كده انا عارف تقولوا ايش جالس يقول داد احين توفتكر جيب سالفة ترادان كده اموت اه موت هاي سلاحي عشان داكcare تستغل سالفة الايتومات اللي عندي طيب سمح باستخدم ضد قدام ؟ اح اكتله هاذو غبي هنولوا كده اتنين ارتو تكسرلوا دفاعوا وبعدين فجروا وخلاص يجي ايزي ما عليكم منه ما نهتم فيهم دولا الوحوش مفروض هذا يعطينا الاجراس العادية السومبر ستون ماينر بيل بيرينغ هذي طيب هذا اول واحد خلاص ويمديكم تطلعوا من هنا ترى على طول طيب هذي حجار السومبر انا ملخبط كالعادة فبس معلنا تاني كهف حيكون هنا مكانه طيب حتمشوا حتجوا في الاغلب انا خافت ضيعوا امشي لكم الطريق انتو عندكم كذا طريق لو من الارتري قايزنج الهذي تيجوا كذا بعدين تنزلوا مع الطريق بس ممكن تسوي شوي بلاتفورمينج هنا او تيجوا من وراء من هنا من وراء تماما طيب تدخلوا من تحت هنا حتطلعوا كذا بعدين تيمشولوا كذا خلاص يلا نجي انا حاجي من جوا على طول اتوقع يمديكم توصلوا بما انكم عارفين مكانه شغلوا الجغرافي اللي عندكم شوي اموركم زينا بالكهف ذا برضو نفس اللي قبل شوية بس انهم اتنين بدل ما هو واحد حيكونوا اتنين وتوقع اكثر كمان يعني لو نمشي صح بدون ما نضيع يمين يسار امور انا زينا برضو في له شوية احجار لو تيبوا تلوتوا هنا عشان توفروا فلوسكم بس الطريق ايش يقول لك الطريق سيدة اتوقع انه الطريق سيدة ماني متأكد صدقه اهو هذا البوس هنا سريع سريع السرع كهف الدنيا عال هذيك اول جرس يديك واحد واثنين وده احيان يديك ثلاثة واربعة يصير بقال انا خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة مدري اح اح يبقى تموت سلاحي مفعال ضده ما توقع ما علينا احنا علينا نضرب مصير يموت مفعال قال انت اكتل واحد دايما عشان الثاني لايزعيشكم اصلا دك افك الـ two r2 دايما عشان حتى لو ضربوكم ما يتكملوا ضربتكم لو انتم لابسين ثقيل اصلا حتى ضربهم ذا ما ما يضربكم يعني هذه ميزة سلاح البلد هاوند انه ثقيل الـ وقت ما تسوي الـ لا اشوفها راديو المدرش اسمها انا طبعا ما هيجيني اللوت عشان عندي اردي بس بوريكم هذا هو السومبر ستون ماينرز بيل بيرينج اتنين طيب ثالثة واحدة برضو مكانها سهل لو احنا فكين منطقة ثلجية تيجو هنا عند فرسا شيرشوف ماريكا بس وحتلقو حرفيا هنا جثة بره ما افتكر انا اخدته ولا لا ما اخدته اهو زي كذا تلوتو هذا رقم ثلاثة طيب رابع واحدة برضو بسيطة هنا في فورم ازولا حتلاقوه تمبست فيسنج بالكوني حتلاقوه هذا المفروض هاي فين سريع سريع طيب عشان نسيت مكانه انا في اخر واحده برضو سهله البومفير اللي هي القبل ملكيث بسايد دا جريد بريتش هنروح هناك ونرجع مع المصعد الورا طيب مع المصعد مفروض ننزل من هنا غلطوا لجنبه انا مرة حرفيه هناك سهله فخلاص كي يصير معاكم من واحد لتسعة اكتلوهم دول عشان ليزعجوكم هذه هي الحجرة ترى هذي خلاص تاخدوه وخلاص امشوا من هنا حرفيا ما احتاج تتكوه طيب بالنسبة الصومبر رقم واحد عشان توي انتبهت انه كنت ملخبط طيب بالنسبة الصومبر رقم واحد عشان توي انتبهت انه كنت ملخبط مبينه ومبين السميثنج ستون موجودة في السيليا كريستال تانيل هذي قيد روحناه المفروض لو انتوا لعبتوا معايا في الشرح قيد روحناه كذا طريق انك توصلوا في من البحيرة الصندوق اللي جنب التنين عقيل هذا اللي هنا تعرفوه في مكان البداية في هنا رونز في صندوق يجيبك جوه هنا حرفيا على طول فبس هي تنزل هنا من البوس اللي في المنطقة ذي البرضو الكهف هذا بسيط لو انت لبلك عالي ما تشيلهمه يعني امورك زينة هو اللي ينزل لك اول حجرة فبس يا عيال انا ما اعرف يا انا والله الصمبر والاحجار كذا كنت بفكر اني ما جيبها بس بقول اللي هو فيديو واحد بما انكم بتجهيزوا الاضافة نسميه كده فيديو تجهيز للاضافة فاهمين كيف مره بداع صح دماغي مرات حينفجر من قوة الذكاء الاصطناعي اللي فيه بس تمشوا هنا من فوق البيت يعني بدل ما تشوفوا واحد يجلس كده يقولوا مرحبا يا انا 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 وبالمناسب بما انه ما اندي شي اتحدث عنه حاليا وماني فاتح بث في الاغلب حسوي لكم تكملة برضو اللايزوفي عشانكم طلبتوا يعني مره كثير ناس طلبوا تكملة حس ناس كثير حاسوا انا المشكلة مشكلتي في اللايزوفي الفيديو الشرح وقفت قبل فوكو المفروض بعد فوكو فوكو هو العن واحد فيهم اصعب واحد واتعب واحد وكل شي فبس يبغالي بس اكمل هذا وما ياخد مننا وقت الحمدلله اللايزوفي يعني مع الايتماد سهل ان اسوي له فيديو شرح بس الطريقة هذي اني استخدم شيت انجن بصراحة انا ما اقيد استخدم شيت انجن في حياتي في الديل رينج من ناحية اني ابغى ايتماد وكذا بس اكتشفت لي ميزة اني كذا اقدر رسم من البوسات ومن الحركات هذي فاهمين كيف فمر ري سهل لي اني اسوي فيديو شرح هاي اللي سيدعمر هو تستن ولا انا تستنت ولا اي صار مدري طلع صوت ستن عليهم ما ضربوا يعني شايفين ايزي ما يحتاج الدم عالي والامور زينا فبس هذي سنبر واحد طيب كذا خلصنا كول السنبريرات يلا نبدأ في السميثنج ستون من اثنين الى خمسة اول واحدة من السيلة ستون هذي سهلة تلاقيها تعال هنا عند الاوتر وال هذا مفروض فتحتوه البومفير مفروض يعني مفروض لو ما فتحتوه افتحو وعد مستحيل يعني فيه جنبه حتى اثنين سيدز هنا لو تاخدوه مرة حلوة بس وتمشوا من هنا كذا تنزلوا تحت جايبكم من هنا عشان احس الطريق ممكن ناس كثير تحس فيه طاف زي البقية كد يقولوا وديع ليش ماوريت انا الطريق للمكان خلاص يعني ايه احبحتوا شوية اترفعوا شوية لازم ترفعوا ومو كل شي لازم انا وريكم الطريق وهذا صح ولا لا حاجات وحاجات لو الكهف هناك تحت تمشي لناخر الطريق حامل لكم سكيب له هناك بس هذا هو كهفنا الجميل حتى هذه سهلة ما تاخذ وقت نكون دحان خلصنا فيه ناس ممكن يبوي يطوروا المم كتير وكذا كمان فيه ورود وحركات لو تيبوا تستخدموا استدعات جديدة لو تيبوا فيديو الورود عملوا الحال وفيديو الورود ما عندي فكرة نعمله حتى لو شورت بس اطلبوه يعني ما في حيل حاليا نسويه كسول بس هنا هتلاقوه جوه صندوق هذي خلاص بس يمديكم تطلعوا يمديكم تكملوا كهف من هنا كنتيبوا تروحوا للتاورات ومالديفاين ستاور ومالديفاين ستاور هذا اللي يفعل لكم جريت رونز بس انا عن نفسي حاليا نطلع واخر واحدة هنا عند شابريري عند زامور رون هذي طيب هتطلعوا بس فوق وتلوتوها من صندوق ورابع واحدة من قاتسكندو في الاغلب موجودة عندكم يعني خلاص بس انتو هذا كله تروحوا تعطوه اللي في الراون تيبل الاخت اللي تبيع اللي على اليسار تعطوه الحاجات دي كلها وخلاص يعني كده تصيروا تقدروا تشتروا حجار الى ما لا نهاية هنا المكان ما في المفروض ما في بوس ولا شيء على طول بس تفتح باب وصندوق وجي جي هذا هو هذا بالنسبة للأحجار اللي تهمنا دحينا التاليزمنز نبغى نستخدمها طيب التاليزمن هنا عشان ماني متكد اذا انا جبتلكم هي ولا لا كلها فنبغى نجي هنا سامون واتر فيلاج أوتسكيرت ونجيب لكم اول حاجة التاليزمن حق الاستمن عشان نحتاج استمنه نبغى التاليزمن اللي يرجع استمنه بسرعة هذا مو لازم نضارب معه يحتاجوا بس المفتاح الحجري ذاك اللي يفتح لكم الأبوابه عشان نفتح الطريق هنا هي تقريبا هنا انا لو افتكر صح انا مش متكد ايوهي كيفين بس هذا تحطوا فيه المفتاح هتلاقوا غرفة تحت فيه سلاحف وبرضه مكان كويس تفرموا فيه السلاحف هنا وكتبوا تفرموهم يدوكم الايتم اللي تاكلوا اللي يديكم استمنه بسرعة ترجع بف السلحفة نفس اللي عندي دحان هذا هو تاليزمن السلحفة طيب اخر مكان نجي عشان اخر تاليزمن اللي هو دراجون كريس غريتشيلد اللي ينقص الدمج اللي تاكلوه هنا في درينا الشانل من عند منطقة ملينيا طيب هننزل من هنا بالاغلب ممكن تكونوا شفتو بس هامشي يعني انتبوا تطيحوا وفي نفس المكان كلها قريبة الايتمات يعني زي ما انتم شايفين ما تحتاج ماشي مرة ذاك المهول فاهمين كيف بس هنا انزلوا هنا تحت احنا هدفنا نطلع فوق الشجرة ذيك طيب بحطول عليكم السالفة مرة يعني بشوف اغلب الناس في فيديوهاتهم مدري لشان وصلوا الفيديو اكثر من دقيقة ما يبغو شورت ولا ما يعرفش السالفة يجلس يوقف كده ويطلع الاطلال اكيه انا افرض ما اطيح يمكن انا كمان بطول الفيديو اه الا 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 هي شوفهم فوق من هنا تنزلوا هنا طيب بعدين اوزنوا هذي تنزلوا فوق الخشبة هو هناك في الصندوق شايفين انتبوا تطيحوا بسا حاولوا تلوتوا وتمشوا لا لا تلوسوا تضاربوا خلاص هذا هو اللي نبغى بس اقتلوا العيال لو قتلوكم قتلوكم عادي خلاص كده احنا كملنا السيتاب حقنا مفروض من الرن الاساسي جايبينا القدر هذاك اللي يزيد الوزن حقنا طيب طيب طنشوا الوحوش انهم رسبنين وكده اخر شي حنسويه قبل نخش الاضافة انه نضبط الاسات حقنا على سلاح موغ وشيلد اللي معانا طيب فاستخدموا الارفر تير هنا عشان تلويله تاني الافلات زي ما انتم شايفينها حاولوا قد ما تقدر يكون عندكم سترينث عالي 14 ديكستيري بس عشان تقدروا تمسكوا السلاح والاركين خلوه 40 عشان بليد يشبك بسرعة وفي اسلحة تاني ممكن نستخدمها طيب في الاضافة بس الفايقور خليه حدود 40 لو قدرين توصلوه 50 نوصلوه 50 والباقي كله حطوه في الاندورنس طيب زي كذا نشوف انا زايد الاندورنس خلاص بعد احان مفروض انه بلدنا جاهز نقدر نستخدمه كامل فبس عليكم بالسلاح ولا تنسوا دائما السلاح موغ عنده الحركة ذيه يمديكم تفرموا بيها في المنطقة ذيك الحق السوز اللي قلت لكم عنها طيب سووا نهيل 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 وبس هذه هي عيال هذه البلد مبدئيا في عندنا حاجات كثير تاني حنسويها بس يعني اجهزكم للاضافة بكذا فيديو سريع خفيف لطيف طيب منا لكم يوم سعيد لا تنسوا تعملون لايك وشيروا وسبسكرايب انتظرونا بفيديو الشرح ان شاء الله كنت جاهزوا نفسكم بس قبلوا طيب يلا نراكم لاحقا لفل 150 سلام موسيقى